بعدنا نراجع على تصميم التى سكشن ونحط كل الفرقة واحدة اول حاجة لو تفتكر في التى سكشن لازم نعرف الاول اذا كان الكومبريشن فوق الفلانج او تحت الفلانج لكن قولنا هنعمل ايه الاول قولنا هنحسب مومنت اسمه m فلانج يعني هتفرض كأن الا قدي تى سب الزبط وتحسب قيمة الكومبريشن فورس وتحسب المومنت طبعا فاكر المسافة ساعتها من الكومبريشن فورس للتنشن هتسوي d-ts على اثنين والm فلانج هنقف ناخده مومنت عند الحديد انها يسوي ساعتها l-c-c في البعد التاح بس خبالك وانت اواخد الايه بتسوي ts بالزبط وبتدي قارن المومنت اللي بيأثر عندي على المسألة بالm فلانج فكينو والله لو لقيت ان المومنت اللي بيأثر عندي اصغر من ال-m فلانج ده معناه ايه؟ معناه ان الايه اصغر من ts وفي الحالة دي هبقى فيه عندنا كومبريشن فورس واحدة فوق فترجع ترسم رسم كروكي مرة تانية بس سوي انت اواخد فورس واحدة بس فاكر هتحط ال-c-c هنا وتحط ال-t ومسافة بينهم هتسوي ايه؟ ال-d كلها ناقص a على اثنين انا لسه مش عقف ال-a بكام لكن انا متأكد ان هي اصغر من ts وبتدي عوض في المعدلة الاولى وبعدين هشوف هحتاج المعدلة التانية ولا التالتة فاكر المعدلة الاولى هتوقف تاخد المومنت فين عند الحديد يبس ساعتها l-m قط متليمت بكام وانا هيبقى ال-c-c في البعد بتاحها هتدي عوض هنا بقيمة d اللي عندي وطلع قيمة l-a بكام فكي ان l-a هنا بنقرنها بكام بال-a minimum ولا l-a maximum طبعا عشان l-a هنا اصغر من ts فمش منطقي ان l-a تطلع اكبر من l-a maximum فبنقرنها بال-a minimum بس ولكن لو طلعت l-a اللي عندنا اكبر من l-a minimum يعني اكبر من point 1 d انا ساعتها بقى نستخدم المعدلة التانية اللي هي compression force سوي tension force وانطلع ساعتها قيمة l-s بكام لكن لو لقيت l-a أصغر من point 1 d فاكي ان هنا في الحالة دي هناخدها بpoint 1 d ونستخدم ساعتها المعدلة التالتة ان انت تقف تاخد المومنت عند c-g بتاع الخرصانة يعني l-a maximum limit هتسوي t في البعد بتاحها ونعوض l-a بpoint 1 d او ممكن استخدم معادلة تانية على طول ان l-a maximum limit هيبقى بكام هتسوي ساعتها point 8 to 6 a-s في l-f field في l-d سواء جبت l-s من هنا او جبت l-s من هنا دول اسمهم s required فاكر في الحالة دي هنعمل ايه هنقارنهم بالاس minimum اللي هي point 2 to 5 في جزء f في l-f field في l-b في l-d ودايما وانا بشاكع المنوم بستخدم n-b أكيد l-b صغير الكلام ده كله لو في حالة ان l-a maximum limit أصغر من l-f range وعلى فكرة دي الحالة الأغلى في الشغل يعني غالبا في الشغل بنسبة 90% بيطلع فعلا للمومنت أصغر من l-f range لكن لو حصل ولقيت المومنت أكبر من l-f range قلنا في الحالة دي اللي هتطلع أكبر من l-f range يبقى في الحالة دي compression هنزل تحت l-f range يبقى أنا هتطر أرسم الرسمة crookie اللي عندي بس هنا واخد compression تحت l-f range فكين قلنا في الحالة دي أنا هقسم l-area اللي قدامي المستطيلين جزء بيأثر على ال-web وجزء بيأثر على l-f range الجزء اللي بيأثر على l-web الوحده فاكر مساحته b-small في l-ts والcg بتاعها يبقى موجود فين وهنا يبقى موجود في نص بالظبط يعني على بعد i على 2 من فوق يبقى قيمة c1 اللي هتأثر هنا بعدها قدية عن الحديد هبقى d-a على 2 فاكين التاني فورس اللي هي بتأثر على l-f range فاكر مساحت المستطيلين دول على بعضها تبقى بكام وهنا تبقى b-b-small هتضرب في l-ts ممكن أقسمها نص يمين ونص شمال السي جي بتاعهم طبعا هيأثر فين هيبقى في النص بالظبط يعني على بعد t-s على 2 من فوق يبقى قيمة الفورس اللي بتأثر عليهم بعدها قدية عن الحديد هيبقى d-ts على 2 بعد ما رسمت الرسمة الكروكي زي ما قلناك العادة هنبتدي بالمعدلة الأولى الأول يبقى توقف تاخد المومن فين عند الحديد هيسوي ساعدتها l-c1 في البعد بتاعها زاد c2 في البعد بتاعها المعدلة الطويلة دي لو تفتكر ما فيه شغل مجهول واحد دلوقتي اللي هو قيمة l-a هطلع قيمة l-a طب ال-a اللي تطلع هنا اللي هي طلع أكبر من t-s المنطقي لما اجي قارنها أقارنها بال-a minimum ولا ال-a maximum طبعاً ال-a لو أكبر من t-s المنطقين هي تطلع أكبر من ال-a minimum يعني أكبر من point one d فهنا هنقارنها بس بال-a maximum فاكر لو طلعت ال-a عندنا أصغر من ال-a maximum معنى القطاع ده under enforced section ويبقى safe وانت عارف ان هو كمان أكيد أكبر من point one d في الحال دي هنستخدم المعدلة التانية اللي هي الإكوليبريم اكويشن هقول ساعتها ال-a 2 compression بيسوي tension ويطلع ال-a sub cam لكن لو حصلوا لقيت ال-a أكبر من ال-a maximum فاكرنا هنا عني قطاع ده over في الحالة دي بنعمل ايه ونحن مش هنحط s داش في t-section فبالتالي هنزود ال-dips بتاع القطاع ده كده اختصار لطريقة تصميم ال-t-section سواء طلع المومنت عندنا أصغر من flange أو أكبر من flange عموماً هو في الأغلب بيطلع ايه في الأغلب بيطلع أقل من flange ترجمة نانسي قنقر